السلام عليكم الحمد لله الحمد لله أول مرة كم عايزة عليك عرب نرتكلي شوية مرحبا مرحبا خوية لا دالي ارتباك احنا في مجلس أخاوي وساري مرحبا سيحسن لا يجلس لك لا يجلس لك لا يجلس لك لا يجلس لك والجدة والختيكة بالليل يا ربي لا يجلس لك 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 شكرا لك شكرا لك شكرا لك وذكرتنا جميعا في خضم زحمة الحياة كنسوا الأموات دينا كل شيء يتكلم عن الأزمات على الحياة أزمة التشغيل وأزمة السكن وأزمة النقل وأزمة الصحة وأزمة كذا وكذا والحياة بصحة بها ومشاكل الأولاد ومشاكل الأزواج وكنسوا في خضم الحديث عن الأحياء كنسوا الأموات دينا استحسن بكرنا بأمواتنا الأخذ التوفات صغيرة والتحقت بالجدة وهي كبيرة والموت لا تختار لا كبير ولا صغير الموت كد تاخد من جميع الأصناف تاخد من الكبير المسهم وقد تاخد طفل الرضيع وقد تاخد الشاب وقد تاخد الكهل وقد يكون الإنسان في عز قوته فتقع له سكت قلبية أو سكت دماغية أردون عز وجل يفعل ما يشاء لهذا قال سبحانه إن تأتيكم إلا بغته فشكرا لك يا أخي حسن أنك ذكرتنا بالأموات دينا مش من سوهمش لأن الأموات دينا خصوصا في ليلة الجمعة كيكونوا في أمس الحاجة إلى الرحمات وإلى الدعوات فكيقولوا أهلونا وأولادنا وأحبابنا يكادوا ينسوننا حد كل شي مشغول كل شي كيجري كل شي كيقول بقي ما زال ما مدركش ما ينبغي إدراكه وكنسوا الأموات دينا فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم هذه الأخدس حسن اللهم رحمه رحمه وسعه اللهم أدخل الجنة بغير حساب ولا عثاب ولا عقاب والجد اللهم يربي أسكنها فسيح جنتك واجعل مثواها الفردوس الأعلى اللهم يا رحمن يا رحيم جميع أمواتنا من الآباء والأمهات والجدات والأجداد والأخوال والأعمام والخالات والعمات وجميع الأحباب والمقربين وكل المؤمنين والمؤمنات اللهم يا رب يا كريم كل من انتحق برفيق الأعلى وصاروا تحت التراب اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم أسكنهم فسيح الجنات اللهم باعد بينهم وبين ذنوبهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والتلج والبرد اللهم يا رب اجعل قبورهم نورا وضياء اجعلها مزار للملائكة اجعلها روح وريحان وجنة نعيم اللهم يا رب يا كريم وابعثهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيقا وإن لله وإن إليه رجع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة